أحب أنا وهب أني لا أملك أي حساب في تويتر إلى الآن وكل الحسابات الموجودة هي حسابات وهمية تم وضع اسمي وصوري عليها أما الآن مشاهدين رح ننتقل لحوار الأسبوع ووجهة نظر شبابية تجاه الالتزامات العائلية طبعا اليوم حلتكلم بصراحة وشوية شفافية أيضا مع الشباب عن علاقاتهم داخل العائلة سواء العائلة الصغيرة أو الأقارب والعائلة الكبيرة أيضا نعيش معهم بدون مثاليات ونعرف أكثر عن علاقتهم بالحياة العائلية منورينا اليوم الطلاب والطالبات رندا خان وهدانيا صبرة وأيضا أحمد غلام وعبد الرحمن بتاوي طلاب جامعة الأعمال وتكنولوجيا منورين اليوم بداية أني بنعرف كيف ممكن توصفوا علاقتكم داخل العائلة أبدو معك رندا صراحة علاقتي داخل العائلة جدا مرتبطة يعني أنا مرة قريبة من أهلي قريبة من أخواني قريبة من أختي ماما يعني هي صحبتي وأخواني صح في فرق عمر بيني وبينهم بس ما كان هناك أبدا أي فروقات في العمار يعني اللي بيني وبينهم من كتر من الحمد لله مرة قريبة من بعض صح أحس نحن البنات كذا ولكن كذا تكلمنا عن الشباب هل أنتوا الشباب نفس الشيء ولا لا والله يعني ممكن أنتوا أقرب يعني بحكم أنكم مثلا تلس في البيت كثير إحنا ما شاء الله دائما يعني خرجين نكون نروح يمين شمال الفوق يعني تعترف اليوم والله هذا منذي عن نفسي مدينة أحمد يعني نفس الشيء تقريبا أنه إحنا الشباب يعني أغلب وقتنا بره فما إحنا دائما في البيت زي البنات أنتوا أغلب وقتكم تقريبا يعني في البيت جلسين مع بعض كله إحنا وكي بنجلس في البيت ما إنه ما بنجلس بس إنه يعني نقول 8% من الوقت لـ 70% إحنا بره البيت صح طب يعني هل بتعترفوا لأهاليكم أنكم مقصرين في الحياة العائلية ولا ما بتعترفوا شيء طبيعي 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 تعترفون إيه هذا أكيد ما فيه خلاف يعني طب رندة أكثر موضيع الخلافة بينكم في العائلة بتكون في أش لا نحن الحمد لله تربينا على يعني في بيت أبونا معلمنا خلاص أنه ما في خلافات حتى لو أنه صار في خلاف ممكن يكون أنه أشياء صغيرة طبعا أي عائلة يكون فيها اختلاف في البيوت ما في ما في بيت يخلم من الاختلاف بس تربينا على شيء أنه أي خلاف أمنا تجمعنا وتقول أنه الساعة الفلانية أنا أبوكم في اجتماع معين أنت عملت كده أنت غلط أنت صح أتصالحوا مع بعض خلاص وتنحل المشكلة فالحمد لله أنه إحنا مترابطين في عندك عاوائل كتير لا ما عندهم أنه هذا الشيء في بيوتهم يعني بس الحمد لله أنه إحنا لأتربينا على أسس معينة في البيت أنه ليس معينة وشباب هل أنتو كمان نفس الشيء كلكم نفس الشيء ما عندكم أي خلافات في البيت مع الأهل يعني يا جماعة لتغلوا مرة مثلي يمكن أن يكون الخلاف مثلا أنه أنه أنت طولك جاسة في الغرفة على برماوة تسمى غرفة الكهف صح 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 أشياء بسيطة أشياء بسيطة ما الضبط يعني هذه الخلافات التي تحصل في أي عائلة من العائلات يعني هو يمكن ما دمس بلك عبد الرحمن أيو يعني أعتقد أنه يعني الخلافات دائما تكون موجز في البيت يمكن حكمها أن نفرر البيت ويكم ماليدا عن دلاشيا ما تربط أسرع الخلافات أنتو يمكن أيو لا خلافات يعني خلافات أنا تكون أغلب بيتها مثلا لما نكون بغى البيت في الواحد فين جيت فين هذي أنت معاك مين أنت زي كده أما جوة البيت حاليا يعني ماني قادر يعني أطلع لوحدين وبالنسبة لك أحمد نفس الشيء لا بالنسبة لي أنا يعني زي ما تقول خلافاتي أغلبها أنا أتكلم كأنا أيو ما تدرع جبل مقاضي بسوء معك يعني تقريبا بس أنه يعني دائما روح يجيوه بس أنه يعني خلافاتي مع الوالد دائما فيش أنه مثلا أقول لها بأخرج مات يخرج أقعد أحاول أقنع فيها ومدر إيش أنه بأخرج وهذا يعني هذا أكتر خلاف ما بيني وما بينهم موضوع أن الخرجة وبالنسبة أنه مع أخواتي ما شاء الله يعني إحنا بحكم أنه إحنا كتار ما إحنا قلال وأغلب عائلتي أنا بنات وأنا تقريباً والد وحيد مظلوم أنت كيف علاقتك مع الوالد؟ لا يعني الحمد لله كويسة بس أنه يعني زي ما تقول دائماً أقعد بأازي فيهم بضيع وكتي معهم في البيت طبعاً الولد الوحيد لي الأفضلية دائماً كل شيء خصوصاً في البيت بالضبط طب شباب هل أنت شخصيتكم داخل المنزل هي نفسها بره المنزل مع صحباتكم في الجامعات أو تختلف؟ طبعاً لا لأنه أول شيء في البيت بتكوني تأخذ راحتك أكتر وبدلاً لكل المكان مقال يعني على حسب المكان اللي أنت فيه شخصيتك بتتغير فطبعاً أنا عن نفسي شخصية مختلفة في البيت غير عبر أنا شخصيتي واحدة أنا يعني إنسانة اللي يعرفوني واللي كتير صحباتي يعرفوني أنه أنا شخصيتي مرة عفوية فما يعني بره البيت ولا جوه البيت نفس الشخصية ما أختلف أبداً لأنه خلاص ما عندي ما عندي يعني ما عندي شخصية خجولة أيوة يمكن أيوة صحنا لا لا صح في البيت خصية وبرر البيت خصية لا لا مو خجولة بس حسب الناس اللي أنا جعل سمعهم يعني شخصية ممكن تكون مع صحباتي نفسها هي إلا في البيت بس مثلاً يعني في مكان عام مع ناس كوبايد لا تختلف شخصيتي تماماً طب خلينا نشوف رأي الشباب أنتو شباب كيف شخصيتكم في البيت نفس برر البيت والله ما توقع يعني في البيت زي ما تقولي فيه قوانين فيه حاجات لازم نتزم فيها لكن برر البيت احنا نكون شوية حرين شوية يعني فيه فر يعني البنات عكسكم عكسة عكسة في البيت يكونوا مرتاحين أكثر أنتو برر البيت تكونوا مرتاحين أكثر تقريباً ليش؟ إيش الأسباب برأيكم؟ أعتقد لأنه إذا كان فيه شباب مع شباب تكون فيه حرية أكبر للينا إحنا كشباب يعني إن كان في الموضع نتكلم فيها إن كان يعني في كل حاجة عما في البيت يعني فيه بنات فيه حد معين ما بتكون مرتاحين أنا نفسي فيه قوانين يعني مثلا الوالد تقولون قوانين في البيت بس إنه برضو فيه يعني حد فيه كل حاجة لي حد مونه ما تكون مرتاحين أشمع جالي فضول عارف شبتسوه برر البيت أيوه حساسة كثير أمه بيقدر وفتاح على حسب كلامه منه يفضلوا برر ما بترجعوا فعلا أكثر برر البيت إيش بتسوه برر البيت والله إيش وإحنا نخرج بنجتمع في بيت واحد أوكي بنروح في بيت ممكن بيت واحد بس إنه بنكون كلنا شباب فخلاص يعني بناخد راحتنا بزيادة في الجلسة في كل حاجة طب بالنسبة للمناسبات العائلية الجماعية الكبيرة اللي بتصيرت سواء كل جمعة أو سواء يعني إذا كان غدا بره مع العيلة أو أيضا في المناسبات الكبيرة اللي بتكون موجودة هل أنتو شباب وبنات مهتمين بهذه المناسبات بتكونوا أول الحاضرين في هذه المناسبات ولا لا البناتب ورأيكم إلا أنا صراحة إلا مهتمة أحب جماعة العائلة بالعكس بحكم أنه أنا كمان يعني قلت لك أنه إحنا عائلة مترابطة ونحب نكون مع بعض فأنا بالنسبة لي أحب جماعة العائلة جدا وبالنسبة لك دانية أتوقع بالضبط نحن البنات دائما يكون في المناسبات هذا أول ناس هو كمان حسب التربية يعني في ناس مربين أنه خلاص خدوا راحتكم أنه أنتو تبوا تجوا ما تبوا تجوا أنه لا بس في عندك عائلة تكون مرة صارمة في هذا الموضوع أنه لا لازم تكونوا حاضرين لوئية لو الساعة أربعة ساعة أربعة أشوف كل أولادي عندي يعني حسب تربية الأهل كمان بترجع الموضوع الشباب طيب يعني أنتو تحسين العيد من دائت المطرة من دائت المطرة أبعرف تروح المناسبات ولا ما تروحوها أنت قلت ذلك مناسبات كايش العائلية أنا أمي أبويا أخواتي أخويا لا وجدتك وجدك وعمانك والله هذه لا إحنا بنروح بس على حسب صراحة مو كلها بروحها ولا أن كلها ما بروحها يعني هي على حسب صراحة حالا لحسب نوع المناسبة لا مو نوع المناسبة فيها هدايا في أفليو سي العياد في عديات تروحوا شباب ما في عديات ما تروحوا مبنسبة لك المناسبات الكبيرة عادة يعني أروحها بس في المناسبات الصغية اللي مثلا فيها مس عمي عمي هذه أفكر فيها يعني أنا ممكن أيام أولي وصح ما كنت أحضر أنا كنت أشتغل ومداش وأرجع الليل وكنت يعني اللي ما حسيت أنه لا في شيء خطأ فيه والله مثلا فيه أخبار توصل له لأنا ما توصلي فيه كثير عوامل كده أثرت فيها فأقلت لا لازم أحضر حتى لو مناسباتها صغيرة بس هذه تظل مهمة لأن فيها صلة ترحيم أكيد طبعا وهذا الشيء الأساسي الموجود اللي لازم يكون فينا نحنا كشباب جدا مهم يعني أتوقع إذا الشخص أو الشاب والشابة كانت مشغولة كانت تشتغل عندها شغل عندها يعني شي طارئ ما تقدر تروح هذه المناسبة نحن نعذرها حتى الأهل ممكن يعذروها ولكن جالس في البيت لعب بلاي ستيشن ولا طالع مع أصحابك وصحباتك فبالنهاية أتوقع أن هذا ما لها أي عذر عموما مشاهدين نحن سألنا الشباب نفس السؤال متى ممكن تتهرب من مناسبة عائلية خلونا نشوف أسئلة الشباب ونرجع لكم آخر مرة تهربت من العائلة في مناسبة العيد الماضي يعيد الحج لأنه مع العائلة ما شاء الله من الصباح علينا الليل فاضطريت أن يمشي في الليل بسبب جمعة شباب وكذا وكذا أتهرب فيه صراحة المجال اللي هو أنا أروح فيه الرسمي أو العالمي القاص اللي هو الفن يعني فعشان كذا يعني فأشرب من المناسبات العائلية بحجة الفن صراحة ما أحاول أن أتهرب من المناسبات العائلية ليش؟ لأنه هي الشيء الأول للم�هروض أن أنا أكون فيه موجود فما دوري أن أتهرب إن أن أروح من مناسبة العائلية مقدر أتهرب مقدر أهرب صراحة أنا الصغير في العائلة فأنضرب طوال يعني لازم يكون موجود أنا صراحة شخص اجتماعي وما توقع أني أهرب من الإعلاقات الاجتماعات العائلية سواء العائلية أو غير العائلية في الأغلب تقول دائما أتهرب من مناسبات العائلية ليش؟ خلاص الواحد يهرب من الجمعة دائما العائلية تسير فيها أسئلة تسير فيها أمور كده محرجة الواحد يتجنبها دائما والله تهربت بمناسبة عائلية كثير بعد المكان هذا واحد والقريبة والله تهربت كثير صراحة ليش أصرف شوية كده ما بين الشباب يعني أحط وقت هنا ووقت هنا ووقت هنا على حسب فشوية شوية آخر مرة تهربت بمناسبة عائلية كان في العيد بصراحة وحضرت معالها لبناسبة ليش أقول لك عائل صراحة يعني جلت سأتها في بيض يا أخي قبل لكن شهرين ثلاث شفور مناسبة الزواج هي الصراحة كان يعني ما لنفسية كمان مرتب ما أنا جاهز بقيت أراحة قهوة وعي مالله خير كده أروق وأفكر بعدين أروح أول ما أروح أيوة تهربت النعام يعني صراحة أكثر شيء يعجبني في الشباب أنهم صريحين ما يكذب ويقولون لك الصراحة ليش تهربت من هذه المناسبة العائلية يقولك والله كنت مع أصحابي كنت في الديوانية كنت من يفاضي كنت نايم كنت مشغول نحن البنات لا نستحي شوية نقدب في هذه الأشياء صح؟ صح صح طبعا ليش؟ من جد حتى بعضهم يقولوا أنه مناسبات الأصحاب ما يفوتوها أبدا بس مناسبات العوائل عادي نقدر نفوتها ليش شباب؟ ليش؟ حس فيه غلط في هذا الموضوع فأنتوا بنات ما نفوت نحن صراحة عزايم صاحباتنا لازم نروحها و لازم نكون فيها بس عزايم العوائل كذا نستدقلها شوية شوية شوفي مو نستدقلها بس أحيانا تكون مثلا العزيمة ما هي مرة ضرورية يعني مثلا تكون العيلة اللي ما هي مرة يعني مثلا مو الخالات العمات يكون اللي بعيدين أبعد شوية فممكن هذه اللي نتغضاها و نروحها كتا الصحبات بس إذا كانت يعني خالاتي عماتي الناس الجدا مقربين أنا نفسي أصلا ما أقدر إني أتغضى عنها وأسيبها و أروح لصحباتي أحلو دانيا لا أنا بحكم أنه أنا أصل عماتي ببلد وخالاتي هنا فالخالات لما نجتمع وما عندي إلا ثلاثة خالتين مو ثلاثة كمان فيعني لما نجتمع مع بعض أحس أنه لأ أشوفهم لأنه بالأسبوع مرة يجوا عند ستي و نجتمع كلنا طبعا فلا أنا ما أفوت هذه الصراحة لا يعني أنت ما شاء الله لا تفوتي عزائم العائلة ولا تفوتي عزائم الصحبات أيوة أروح كده و أروح كده راضي الطرفين راضي الطرفين فمنتو شباب يلا بصراحتكم لكم أقوي أو صريحي عبد الرحمن أبدا فيك نفسي يعني أحب أن أكون المكان المرتاح فينا وقت ما أحس أنني مرتاح أعطل يعني أهو انتبهنا نحن لايف ترى أهلك تابعون لا أم لا يعفد الشيء نحن بالوفق ما بنزعه فقدر الإمكان بحاول أن أكون أنا مرتاح في المكان حتى لو مثلا مناصبات عائلة اجتماعية بحاول أن أكون مرتاح بقدر الإمكان وأخذ فيها راحتي يعني وقترتاح في عزائم العائلة لا لا أنا برتاح أس وقت ما أحس إنه والله في شيء غلط في شيء ما أنا مرتاح فيه أحاول أحلو ما قلت أحلو طيب بعد إذنكم إن شاء الله أشوفكم العيد الجاي لا لا إن شاء الله أنا أحاول أقابل أم حاول حداد المشكلة إن شاء الله وأحمد بالنسبة لي أنا عزائم العائلة والعائلة يعني العزائم حاقتها ما شاء الله بتكون كثيرة ما هي قليلة فيعني إنما ما شفتهم اليوم هشوفهم بكرة لما شفتهم بكرة هشوفهم بعد بكرة أما بالنسبة للشباب يعني مثلا واحد سوى عزيمة بيسويها مرة في السنة مرة في ثلاثة أشهور فالواحد بيروح لأشياء أما بالنسبة للعيلة يعني أوكي خالتي مثلا لو سوت عمي لو سوى ما حروح هادي حروح التاني حروح اللي بعدها نعم انتم شفتم في المناسبة هذه تشوفهم في المناسبة الجاية عادي الوضع حبي طب مناسبات الزواج لما تكون في العيلة هل تكونوا متواجدين شباب ولا لا اي 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 زواج زواج لازم تكونوا حاضرين حس انه هذا حدث كبير يعني مو زي مثلا بس عشاء ومدرش وهلية صغيرة وكذا حس انه لانه حتى الزواج عادة يعني المسافرين نيجوا من بلاد يعني من مدن بعيدة فهذه انا لازم اعتقد لازم اشوفهم لازم عرف أخبارهم عكس العائلية الصغيرة حس انه لا يعني كلها نعرف أخبار بعض يعني صغيرة جدا طب على السريعة بدون مثالية وبكل شفافية ايش اصعب انواع العقوبات اللي اتحرضتوا لها شباب ابدأ فيك على السريع رندا طيب اصعب انواع العقوبات شوفي بالله تحب دوالك احوي هادي بس هي هذه المسال لان البنات اقصى شيء ممكن يسيب انه يحرمون من شيء مثلا ممنوع ما حجبلك هذا الشيء الا لما تعمل الشيء اللي انا بغاه ايوة بس انه العقوبات الكبيرة لا ما توقع يمكن الشباب ايوة طب انت شو ما عارف عنكم دايما انتوا اهموني صراحة بعقوباتكم تنسحب منكم السيارة لا تتعاقبوا ابدا يعني هي بس ما يجدخلوا مسالة الرضا كما بتلك في الخروج يعني برضايا عليك ما تخرب برضايا عليك ما تروح برضايا نحن اعتقد برون مسؤولية يعني خلاص انتوا هذي افعالكم هذي مسؤولياتكم انتوا احنا ما نصلاح فيها والله نحن سعيدين جدا انكم موجودين اليوم معانا شوارش نغير وجهات النظر شوية بين الشباب والبنات ونتمنى تكون اولوياتكم الاهم دائما هي العيلة وعزايم العيلة فاتمنى من جد انه اهلكم ما يزعلوا منكم احمد عبد الرحمن انكم جد تعيش انا مالي دخل ولكن اتمنى تكون عزايم العيلة في المرات الجاية هي من اولوياتكم شكرا اكيد رندا ودانيا انتوا يعني البنتين المثاليتين في العائلة شكرا لكم لحنا كذا البنات دائما حمامات سلام ما نزعل احد دائما يعني نرضي رضي للكم احمد الله يسعدنا يا رؤون ايه والله الله يسعدنا نورتونا شباب وشادينا متابعين معاكم فاطل قصير وراجعين اشتركوا في القناة